والأمر الثاني الذي أود أن أذكره جانب أخلاق التعامل مع الجنس الآخر وقانب التعامل مع الجنس الآخر ضروري في هذه الأيام وضروري في كل زمان ومكان لكن في هذه الأيام تحديدا كثرت فتنة النساء بصورة بالغة جدا وذلك لأن كثيرا منا يعملون في أماكن يلتقون بكثرة فيها مع النساء والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما ترك فتنة أضر من النساء على الرجال فتنة عظيمة هذه الفتنة العظيمة لابد أن يكون جانب التعامل مع الجنس الآخر مضبوطا ومربوطا بالأخلاق الفاضلة والإشكال الأكثر الذي نتصوره أو يكون واضحا حينما ندرك أن المرأة الأجنبية تكون مع رجل أجنبي في دوام من السابعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف وهما يلتقيان يوميا أكثر ربما سبع أو ست ساعات على أقل تقدير أي أن مقوثها مع هذا الرجل الأجنبي أكثر من مقوثها مع زوجها وهنا الشيطان يعمل عمله بصورة بالغة فيبعد هذه المرأة عن القيم الفاضلة تأتي كثير من النساء إلى العمل وتجد أيامها الأولى وهي محتشمة تمام الإحتشام لا تستطيع أن تنطق بالكلمة إلا وهي تتلعثم وبعد مضي مدة من الزمن تبدأ النكات تبدأ طرائف تبدأ الأضحكات تبدأ الأمور التي تبعد كل واحد منهما عن الأخلاق هذا أمر يجب علينا أن نتعاون في أن نضع حدا له وأن نضبطه بالضوابط الشرعية لأنها فتنة عظيمة لسيما جانب الاتصال الآن جانب سهل سلس جدا تبادل الرسائل بين القنسين إلى أي حد من الذي يمكنه أن يضبطه الزوج لو أراد أن يضبط زوجته الآن لا يستطيع إلا أن يضبطها بأن يعينها على أن توقد الرقيبة الداخلية في نفسها أما بأن يضبطها بمراقبته فذلك لا يمكنه أن لو فتش هاتفها يوميا هي يمكنها أن تحذف تلك الرسائل ويمكنها أن تضع لها وقايات لا يستطيع الزوج بنفسه الوصول إليها فنحن بحاجة إلى أن نضبط هذا القانب وأن نسعى جاهدين من أجل تعديل وضع المجتمع فيه لأنه قانب يشكل خطورة بالغة علينا وعلى المجتمع بأسره قبل عشر سنوات من الآن ما كان عمل النساء بهذه الدرجة التي وصل إليها هذه الأيام وكثرة الإختلاط أمر ما بقي في حدود دول معينة بل هو أمر اقتاز العالم بأسره فالوقوف في وجهه هكذا مصادمة أمر فيه صعوبة بالغة لكن لا بد من أن نسعى لضبطه بالضوابط الشرعية وهو واقب المسؤولين وواقب الشعب بأسره وواقب أولياء الأمور بالنسبة لبناتهم وبالنسبة لزوجاتهم فالواحد لا بد أن يسعى إذا كانت زوجته أو بنته تعمل في هذه الأماكن لا بد من أن يسعى لنقلها إلى الأماكن الأخرى أو لا بد من مطالبة تلك الأماكن التي تعمل فيها النسوة بأن يوضع لها حد في التعامل حتى لا يؤدي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه بعد ذلك يبكي الواحد نفسه ويندب زوجته وحظه في الزواج منها وهذا أمر قد وقعت فيه قملة كبيرة جداً جداً من المآسي وتهدمت أسر كثيرة بسبب عدم انضباط النساء والرجال جميعاً بالضوابط الشرعية في ذلك والواجب الذي يتعلق بذمة كل واحد تعلقاً مباشراً من الآن في ظل الوضع الحالي إذا لم يمكن إلى أن يمكن أن يغير ذلك الوضع الواقب عليه غض البصر الواقب عليه صيانة اللسان يعرف أنه يتعامل مع جنس آخر فلهذا لا بد أن يكون كلامه مضبوطاً لا يبدأ بالطرائف والنكات وما إلى ذلك من الكلمات التي تثير عواطف الطرف الآخر ومن المعلوم بأن المرأة تتأثر تأثراً بالغاً والرجل أيضاً يتأثر تأثراً بالغاً ربما تكون في الأيام الأولى النفوس صافية لكن بعد مضي مدة من الزمن تتغير النفوس وتتأثر والله تعالى عليم بخبايا النفوس كثير من الناس يقولون أنتم أيها المسلمون شهوانيون ولهذا تنظرون إلى المرأة المنظار الشهواني لكن الواقع أن الله تعالى الذي خلق هذه النفوس هو عليم بما تشتمل عليه هذه النفوس وعليم بخباياها وعليم بأن الكلمة التي تقال اليوم لا يشترط أن تؤثر اليوم لكن هذه الكلمة ربما تؤثر بعد مدة من الزمن ولهذا المسلم مطالب بالإحتياط قبل أن يقع الفأس على الرأس ترجمة نانسي قنقر